إلى ملفنا الرئيسي للليلة الاتحاد الأوروبي وبعد التوافق على اسماء المرشحين لشغل المناصب الرئيسية في مؤسساته يبدو أن النساء كان لهن الحضور القوي إذ قضت نتائج بذهاب منصبين أساسيين من المناصب السياسية الخمسة للنساء نبدأ مع المفوضية الأوروبية التي تعتبر أعلى المناصب الأوروبية أصبحت من نصيب وزيرة الدفاع الألمانية إرسولا فوندر لين لتخلف بذلك المفوض السابق جون كلود يونكر تعتبر المفوضية الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ولها اليد الطولة بصوغي واقتراحي مشاريع القوانين بالإضافة إلى مهمة تطبيق القوانين واحترام المعاهدات أما البنك المركزي الأوروبي فكان أيضا على موعد مع قيادة من العنصر النسائي والنصيب الفرنسية كيستين لاجاغد التي كانت ترأس صندوق النقد الدولي لتخلف الآن ماريو دراقي والبنك هو المسؤول عن تحديد الخطوط العريضة للسياسة النقدية في منطقة اليورو واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها تسلم رئاسة المجلس الأوروبي البلجيكي شارل ميشيل والذي كان يشغل رئاسة الوزراء في بلده عام 2014 يتكون المجلس من رؤساء الدول أو رؤساء حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد بالإضافة إلى رئيسه ورئيس المفوضية الأوروبية يحدد المجلس أولويات السياسات العامة للاتحاد الأوروبي كما انتخب البرلمان الأوروبي الإيطالي ديفيد فاسولي رئيسا جديدا له يتم انتخاب البرلمان كل خمس سنوات لتمثيل مصالح شعوب أوروبا تكمن مهمته في إصدار القوارين الأوروبية على ضوء المقترحات المقدمة من المفوضية الأوروبية تعينات قد لا تكون قد نالت رضا الجميع في الاتحاد الأوروبي إلا أن الضرورة أوجبت عليهم التوافق بالإجماع لإنهاء هذه العملية لجعل عجلة الاتحاد تسير من دون مطباط أو تعثر إذن نتحدث عن هذه التعينات الجديدة في الاتحاد مع ضيفتنا من بروكسل الصحفية المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي سيدة ورد غانم أهلا بكي معنا في التاسع من سكاي نيوز عربية الاتحاد اتفق على قادته قدمنا هذه القادة الليلة في هذا العرض لكن الأهم أن ذلك أتى بعد أزمة عاشها لحسم هذه المناصب إذا أمكنني القول سيدة وردة كيف نظرت إلى هذه الانتخابات وتحديدا في ظل ما تشهده الدول الأوروبية حاليا مساء الخير فعلا هذه الانتخابات جاءت أو هذه الترشيحات لنقول جاءت نتيجة مخاضع السير من المفاوضات والمشاورات والتناقض بين زعماء الدول وبين البرلمان الأوروبي نريد أن نقول أن هذه الترشيحات هي عبارة عن اقتراحات يقدمها زعماء الدول إلى البرلمان على هؤلاء الأسماء جميعا الذين اقترحوا يوم أمس أن يمثلوا أمام البرلمان وأن يحصلوا على أغلبية الأعضاء ليتسلموا مهام منصبهم وهنا المشكلة لأن ما حصل أمس قد يكون جيد من ناحية أن حصل مساواة نسبية بين الرجال والنساء هذا هدف أوروبي هذا أمر جيد ولكن هذه المساواة كانت بمثابة ورقة توت أخفيت عيوب كثيرة الحصل أمس كان لا يراعي أبدا موضوع التوازن الجغرافي بين الدول القديمة والدول الحديثة دول أوروبا الشرقية ولا يراعي أبدا نتائج الانتخابات التي حصلت في 26 مايو الماضي الانتخابات الماضية أسفرت عن تقدم حزب الخضر ولكن حزب الخضر لم يحصل على أي منصب كان الصراع محصور مثل دائما بين الديمقراطيين المسيحيين والاشتراكيين الذي دخل على الخط مجددا هو التيار الليبرالي بوجود الرئيس ماكرون فإذا حصل صراع بين هذه القوى الثلاثة تم على أثرها إهمال القوى الرابعة ما حصل هو بالفعل عبارة عن صراع فرنسي ألماني ولم يتم حل الأمر إلا باتفاق فرنسي ألماني مع اعتراض دول أوروبا الشرقية مع العلم أن الرئيس الفرنسي اغتنم الفرصة في هذه التسميات أو الترشيحات للمطالبة بإصلاح عملية اتخاذ القرارات على مستوى القادة وكأنه بالتالي هناك مشكلة ما وهو لسق ذلك بمسألة مجموعات صغيرة ممكن أن تستفد من هذه التسميات ما رأيك صحيح الرئيس ماكرون طرح مشكلة ولكن طرح نصف المشكلة يعني هناك عدة مشاكل هو طرح جزء واحد منها أنه طريقة الانتخاب يجب تغيير طريقة الانتخاب هذا جزء جيد ولكن الجزء الثاني أن طريقة الانتخاب يجب أن تراعي بالكامل بالكامل نتيجة الانتخابات وهذا ما لا تريده العواصم وبالذات باريس لأن الدول الأوروبية تريد أن تحتفظ باليد الطولة في موضوع تعينات المناصب الكبرى وهذا ما شهدناه خلال الأيام الثلاثة هم يريدون أن يثبتوا موقفهم أنه نحن أصحاب القرار صحيح تم انتخابات صحيح البرلمان له كلمة ليقولها ولكن نحن من نقترح نحن من نريد ولم يتم التوافق على هذه الأسماء إلا باتفاق فرنسي ألماني رأينا أنه عندت لوائح صدرات وكل مجموعة برلمانية رشحت شخص تم استبعاد شخص معين تم استبعاد مجموعة معينة النتيجة جاءت توافقية توافقية لمصلحة من؟ لمصلحة زعماء الدول لمصلحة الأحزاب الكبرى ولكن أمامنا امتحان البرلمان الأوروبي اليوم مجموعة الخضر قالت بصراحة لن تصوت لصالح هذه الحزمة لأنها هي يمكن تسميتها الرابح في الانتخابات والخاسر في التعيينات فإذا أمامنا معركة أو جولة ثانية من المعركة من المعركة التعيينات خلينا نتحدث عن هذه المعركة التي تنتظر الاتحاد الأوروبي سيدة وردة نحن الليلة نتوقف عند التسميات لكن إذا ما نظرنا إلى المرحلة المقبلة التي تنتظر الاتحاد مسألة البريكزيت أمور عديدة اليوم تواجه هذا الاتحاد كيف تنظرين إلى التحديات المقبلة أمام هذه التشكيلة التشكيلة على ما يبدو التشكيلة الحالية لن تغير كثيرا في سياسة الاتحاد على الفترة القادمة لأن التشكيلة جاءت إذا مرت هذه التشكيلة ويحصل تعديلات في المستقبل سنفترض أن هذه التشكيلة هي التي ستتولى الأمور لدينا من المحافظين ومن الليبراليين ومنصب الممثل الأعلى للإسباني جوزيف بوريل ومنصب رئيس البرلمان لاشتراكي إيطالي فإذا الاشتراكيين مناصب أقل أقل تأثيرا أستطيع أن أقول في هذه الحالة في هذه التشكيلة لن نستطيع هذه المؤسسات لن تستطيع أن تجري أو لا تريد أن تجري تغيير جزري في السياسة الأوروبية سنستمر في الخط المحافظ بالنسبة لموضوع الهجرة سنستمر في نفس موضوع البريكسيت الأهم هو موضوع البيئة لأنه كان في طلب من المواطنين الأوروبيين باتجاه سياسات بيئية أكثر فعالية ولا حزب المحافظين ولا الاشتراكيين معنيين جدا بالبيئة هم معنيين بشؤون المال بشؤون الأعمال بالاقتصاد بالاستثمار وهذه ليست سياسات بيئية صديقة للبيئة بالضبط فإذن لا أستطيع توقع تغير جوهري في السياسة الأوروبية على المدى المنظور على مدى السنوات الخمس القادمة شكرا جزيلا لمشاركة صحفية المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي وعلى قراءتها أيضا الأستاذة وردة غانم من بروكسل شكرا